السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب الآي كلاود لجهاز آيفون 6 بأداة FW Unlock ياريت بالبداية إذا ما كنت تشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد شرحنا بالفيديو السابق طريقة تحميل الأداة وتجهيزها بشكل كامل لو دخلت على القناة على قوائم التشغيل رح تلاقي هنا في قائمة تشغيل مكتوب عليها FW Unlock Tools تدخل على هاي القائمة رح تلاقي كل الأجهزة اللي منشتغلها على الأداة متوفرة في هاي القائمة عشان تسهل عليك أنك تشتغل على جهازك بشكل مباشر نفتح الأداة تفتح معنا الواجهة بالشكل هذا مباشرة مندخل والجهاز بوضع التشغيل بنضغط على جلي بريك نفتح معنا الواجهة بالشكل هذا راح على الخيار الثاني الآن بضغط التالي أول شي راح يدخل الجهاز بوضع الريكافري بشكل تلقائي بدون ما أعمل أي شيء الآن الخطوة الثانية مهمة جدا ومش شرط تزبط معك من أول مرة الفيديو ما راح يكون فيه منتاج عشان إذا صار أخطاء تسير الأخطاء قدامك وتعرف إنه هاي الأخطاء عادية وأنا بحكي لك بدك تضغط الباور مع الهوم مع زر ستارت فرح أجهز جهزت زر الباور ضغطت ستارت وضغطت على الهوم بنتظر العداد ليعد نزل لتحت 8 9 7 برفع إيدي عن الباور ليش 7؟ أنا هيك داما تزبط مياه 7 يعني 8 7 تزبط مياه الجهاز زي ما شفته دخل بشاشة سودا برجع باختار الخيار الثاني الجهاز الآن في وضع الدفيو مود زي ما أنتو قارئين هون وبضغط التالي لو ما زبطت معك من أول مرة ورجع الجهاز يشتغل ارجع عيد العملية كمان مرة لغاية ما يدخل معك في وضع الدفيو مود وتكمل مش شرط إنها تزبط معك من أول مرة زي ما شفته الجهاز بلش ياخد جلي بريك طبعا ضروري تكون منزل ثريو تولز وآيتونز على جهازك عشان تكون العملية بشكل كامل والتعريفات تكون صحيحة على الجهاز وفي ملف الأداء لما تنزل الأداء عندك في عندك هنا ملف اسمه درايفر هذا الملف فيه هنا يو اس بي دي كي هذا ضروري تنزله عشان يشتغل معك اليو اس بي دي كي بدون أي أخطاء لأنه الأداء رح تطلبها منك في مرحلة معينة رح يطلب منك هذا التعريف فأنت نزله بعد ما تنزل آيتون والثريو تولز بتنزل اليو اس بي دي كي زي ما شفته خلص عملية الجلي بريك أعطاني أول دن بكبس دن كويك وهونا بعمل ريفرش للأداء بضغط على هاي العلامة تعمل ريفرش عشان تأخذ القراءة وبرضو بقدر كمان شغلة تانية أفتح لثريو تولز وأتأكد سواء من هذا الزر أو من عندك من الويندوز نفس الشي عشان أتأكد أنه الجهاز أخذ جلي بريك زي ما انتم شايفين الجهاز ما أخذ جلي بريك وعطاني هنا جلي بريك اس الخطوة الأولى تمت بنجاح ولو شفنا هنا بالأداء بدون ما نرجع لثريو تولز برضو كتب لك تشكرين معناته أخذ الجلي بريك بشكل كامل الخطوة الثانية بفوت على خيار جلي بريك 12 ل 17 من هون وبضغط على هلو باي باس نو سيريال نمبر تشينج بضغط عليها هون طلب مني أنه أعمل ريجستر للجهاز مش عامل ريجستر أروح أعمل ألا حاليا نو بعدين رح أجي هون وأضغط على هذا ال ICID بضغط عليه بالشكل هاد مجرد ما ضغط عليه هون عمل كوبي لل ICID برجع للبانيل وبروح على خيار ريجستر طبعا شرحتها بالفيديو السابق وبختار رام ديسك وبدخل ال ICID بالشكل هاد وبروح هون وبكبس order now مباشرة رح يطلع عليه بشكل آلي مجرد ما دخلتهم مباشرة برجع للأداء وبضغط على Hello Bypass No Serial Number والجهاز طبعا بوضع الجلي بريك وبوضع التشغيل وبننتظر لغاية ما تتم العملية يريد ما كنت عمل لايك للفيديو تعمل لايك عشان تساعدوا انتشار الفيديو وأنا بشكر الجميع اللي بدعموني في الفيديوهات وبشاركوا الفيديوهات يعني ما قصرتوا نهائيا والله واشكر الجميع العملية 52% ما زال هون هاي زي ما شفتوا طفل جهاز رح يرجع يشتغل هون العملية اللي صارت انه عمل بلوك للعمل للتحدي منع الجهاز عمل ايقاف لتحديثات الجهاز عشان ما يعمل تحديث وضبط مصنع بنفس الوقت ننتظر لغاية ما يعطينا انه تمت العملية بشكل كامل يعطينا يعني مية بالمية الرقم اللي موجود هون زي ما شفتوا ديفايس هاس بين اكتيفيتد سكسفولي تمت العملية بنجاح الخطوات التالية بتشغل تليفونك بالشكل الطبيعي نختار نخليه انجليزي بعدين التالي والتالي والتالي مدام بتخطب الواي فاي معناته هنا الامور تمام وهنا بنعمل تطب لاتر دونت يوز ما قديش استخدامه هلا هون دونت يوز دونت يوز هون عنا الخيار الاخير منوافق اجري انا التلفون بالمقلوب فانا بكبس عليه هو بالمقلوب فانا يعني هيك مش عارفه زي ما شفتو الجهاز فتح معنا بشكل كامل زي ما شفتو الجهاز فتح معنا بشكل كامل ما في اي اخطاء ولا اي مشاكل يا ريت اذا عجبك الفيديو لا تنسانا باللايك ومشاركة الفيديو وبدى اذكركم كمان مرة انه في عندك هنا قائمة التشغيل مش بس للأداء لكل الأدوات ولكل المواقع اللي نحن منستخدمها هون لخدمات السيربر هون لخدمات ال FW GSM هون اداة IK هنا SP Tools Unlock Tools TFT الأداء TFT المجانية للأندرويد هون للجلي Break WinRain هون Room FW يعني كل أداء أنا عمل لها قائمة التشغيل بتقدر تدخل وتبحث على الأداء اللي انت بدك إياها الجهاز اللي بدك إياها هذا كان الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو نراكم في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا